شباب بقول لكم ايه عشان عايزة ابنى مع الكابتن طارق على طول في القايمة المبدئية للكابتن حسام حسن ليه منتخب مصر مع اسكال امارات في اليد تعرضوهنة عشان الكابتن طارق كمان يشوفها معانا مرة اخرى واضح انه فيها بعض المفاجئات القليلة وكثير منها منطقية يعني معظم الاسماع منطقية تعاني مشيها واحدة واحدة كده وقل لي رأيك حراس المال معواد وصبح يا ابو جبل وبسام والمهدي سليمان وجنش والشناوي ومحمود جاد كانوا بيقولوا ان فيها مصطفى شبير فجيت طبعا مافيش في الاسماع دي طبعا اكيد مية في المية محمد عواد وصبح يبقى فيهم واحد بس ابو جبل هو الاقرب ممكن جنش ممكن جاد كل الناس اللي انا بقول لك عليهم شناولقة احمد شناولقة ممكن برضو بس هيبقى الاقرب الاسماع اللي انا بقول لك عليها دي لان قناعاتك كانت حسموا كتبا كده يا حد من عواد وصبحي وابو جبل وجنش ومن تاني اللي هيلعب مطش الاهل والزمالك من عواد وصبحي ولا يبقى موجود حلوة دي سهلة اتصرت هسألك بعد شوية ميلة في يوم اللي هيلة اللي بعض يا شباب الزهير الايمن هاني وكريم فؤاد واكرم توفيق هاني واكرم هاني واكرم الاتنين مع بعض بس انا كنت اتمنى بعد الفترة الاخيرة وتقلق عمر جابر انه يبقى موجود حلوة يعني عمر جابر ماشي كويس جدا مع نتزل مالك الفترة دي العب باكليفت بيلعب باكرايت بيلعب كان ممايز جدا في الدخلية في الباكرايت كمان لما لقى الباكرايت لأ عمر كان الاقرب لاني كمان يعني عمر عنده خبرات ولعيب كبير دلوقتي ومايز جدا وشغال كويس جدا ولازم ياخد حقه ماشي زيلة ايصر فتوح وشكري وحمدي اعتقد هيبقى الاقرب فتوح وحمدي فتوح وحمدي ماشي تذكرش انه ممكن يحب يشوف محمد شكري في المعسكة الاول اصلي ما فاش شوف اصلا مرضو معسكر ودي انا كم لا بس المتشات محسوبة عليه انا فيهم بس انا قصد كم مدكرت الحسنة الحسنة انا بحاول فكر مجلسة عالي يقولك ايه مكالاس انا عارف فتوح ومحمد حمدي الاتنين حلوين وهي مموودين في المتشات الرسمية ماشوف شكري من قريب في المعسكرات يبقى ااخد التلاتة ياخد التلاتة وارد اه ممكن نشوف اللي بعد المدفعين حجازي وعبد المنعم وربيعة ويسر ابراهيم ورمضان بكهم وبقى المحمدي ومحمد ربيعة ومودن فيوتشار وعلي جبر البرامدز اه هو عايز اربعة من دول صح بنسبة كبيرة حجازي حجازي وعبد المنعم اه ولو ياسر ابراهيم خف يعني ياسر ابراهيم استطاق طويلة شوية يبقى ياسر برة ممكن بهر المحمدي وعلي جبر بهر المحمدي وعلي جبر مش اللي بعد محمدي فتحي في النص مع مراهان عطية ومحمد ريدة بوبو وامام عشور وإحمد نبيل كوكا وعمر الساعي وغنان محمد وعمر الساعي عامل مطشرة حلوة كمان معرفة الفاتح اللي فاتح دي هياخده هياخده اه حلو وفتحي محمدي فتحي ومراهان وامام كوكا برة عشان الاصابة مش هيتكمل وممكن ريدة بوبو كوكا موجود ايو موجود في الاسماء بس هو لا لا رجع مع الاهل ماشي بس مش هي لو لو لاعب مطش الأهل والزمانك وكان كويس ممكن ياخده ماشي ما ااخد اللي بعد خد بالك درائي أنا مش أنا فاهم لنا مطفل لأول واخد درائي كان حسن حسن له حرية الاختيار طبعاً صانع اللعب خمس لعبين افشا وعبدالله السعيد ومحمد إبراهيم ومحمد هلال ومحمود صابر عبدالله السعيد هتبقى مفاجئته؟ محمد إبراهيم برضو مفاجئة محمد إبراهيم لعب كبير قوي ومميز جداً طبعاً ومحمود صابر لو أنا مكان وين وتاخد محمود صابر تاني قلت لي عبدالله السعيد ومحمد إبراهيم ومحمود صابر تاني دول اللي ياخده ما ياخدش أفشا ولا محمد إلا صعب شوال ماشي لأن كمان أفشا ما بيلعبش باستمرارية ومشي لعب مطش الأهل محمود صابر برضو ما بيلعبش كتير مع بلا بس صغار في السن وبيلعب منتخب أولمبي ومميز جداً حيلو اللي بعده الجناح الأيمن صلاح وزيزو ومصطفى فتحي وعبدالرحمن مجدي الصلاح معرفش القصة إيه ممكن ييجي ولا لا حسب المطش اللي يلعبه مطش منتشستر سيتي زي ما تقال واعتقد الدكتور قياب كان معك دلوقتي هسألك شوية في القصة دي بقى أحمد مصطفى زيزو ومصطفى فتحي مش مع أن عبدالرحمن ماشي كويس خد بالك لسه أقول لك يعني أنا برضو محتار جداً فيه لأنه ماشي كويسي ودهاتي عنده قصابة إن شاء الله يرجع فأسرع وعد عشان ملاقبش المباراة اللي فاتت إنما الاتنين دول أنا اتفرق أنا كنت بقى آه كنت بقى حلله في الراديو ما كانش موجود وعمل تأثير سلبي غير طبيعي في غير صح صح جناح لأيسر تريزيجي ومارموش نشيحات تريزيجي نمرة واحد ومارموش نمرة اتنين ورمضان ومصطفى شرب وبرهيم عادل وزيكو ونادر فرق بس ده فرود هو جناح أصلاً بس كابت لعب جهل وظفه فرود بس أقول لك اللي حاجة لو أنا ما كان أي مدرب دلوقتي مش هلعب غير فرود قاتل لعب كبير قوي والله أقسم بالله لالوقت ده لو اشتغل على نفسه وركز بس وبطل التنشانة اللي فيه إنه على طول متنرف صح وملاحظوا عشان أنا بقى متابعه قوي صح لا لعب كبير قوي قوي ولعب ممكن يكون امتداد لعمر زاكي على أحرف تخيل بقى يعني الولد ده أنا معجب بيه بشكل وشابولك كابتل إهاب جلال بشكل غير طبيعي صح وظفه في المكان اللي هو ياخد منه وعلى فكرة ده لو لعب منتخب مصر في سن صغير ممكن يروح لحتة بعيدة بس يركز وبطل التنشانة ممتاز تختار مين ما في جناح الأيصر هو محمود حسن ترزيجيو ومرموش هما الأقرب ماشي ولو حطينا واحد معهم كمين ولو حطينا واحد معهم تاني بص كلهم كويسين مم يعني كل اللي أنا شايفه ده كويس بس أنا هخرج نادر فرج عشان نادر فرج أنا وجيت نظري فيروت ماشي ماشي الموضوع ممكن يبقى ما بين مصطفى شلبي وما بين رمضان صبحي ماشي حسين الشحيات ولا بريم عادل لا ماشي اللي بعد في لجوم مصطفى محمد ومحمد شريف وكهربا وأحمد عاطف ومحمد الشامي وأحمد أمين أفا لو قلنا مثلا تختار 2 أو 3 بص مصطفى محمد شريف أحمد أمين أفا أحمد عاطف دول السلاسة اللي ها يكونوا معا حلو função حبل أن أخد بالك أفا قريب شوية من مصطفى أمين مصطفى بس مختلف عنه في الشرائب الصح ماشي شريف مختلف عن الإتمان فلازم تبقى عندك تنويع في اختيارك في الductيال بتاع العيب نفس صح دا وجهة نظرك وقربة صعب يبقى موجود بس خباك نشيف برضو ما بشاركش أساس كتير مع الخليجي السعوية دلوقتي بقى بينزل كبديل عاطف ومحمد الشاموك من خبرات دا ولاية ولاية لا الله انا ارى عليك حلو جدا